موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى استعراض لبعض مقطفات الصحف لهذا اليوم والبداية من صحيفة ريال كلير بوليتيكس حيث كتب ستيف جبما مقالا تحت عنوان عام سيء للحرية في العالم قال فيه مسار الحرية والديمقراطية في العالم هو عملية تطورية على الرغم من أنه يتجه في مسار خاطئ في بعض الأحيان محمد مرتي بدأ العام كأول رئيس منتخب لمصر وانتهى به المطاف في زنزانة يواجه تهمة الخيانة بعد أن أطيح به خلال انقلاب عسكري بعد 12 شهرا فقط على تنصيبه وعندما احتشد أنصاره للتظاهر بعد الإطاحة به قتلت قوات الأمن ما يقرب من ألف شخص منهم في أماكن أخرى في المنطقة تلاشى الربيع العربي من الذاكرة بشار الأسد أحد الدكتاتوريين الذين نجوا من الربيع العربي استخدم الغاز السام ضد المتمردين قبل أن ينصاع للمطالب الدولية لتسليم ترسانته من الأسلحة الكيماوية الفوضى والإرهاب أصبح أمرا سائدا في ليبيا التي اختطف رئيس وزرائها على يد إحدى الميليشيات ومن ثم أطلق صراحه على يد ميليشيات أخرى تونس التي انطلقت منها الحركة الديمقراطية وصفت في صحيفة الفورين بوليسي على أنها المكان الوحيد الذي لم يذهب فيه الربيع العربي إلى الجحيم حتى هناك الفوضى والاضطرابات كانت تهدد بحصول كارثة قبل أن يتم تفاديها عندما وافقت أحزاب المعارضة على حكومة انتقالية تستمر حتى الانتخابات الجديدة العام القادم أما صحيفة الشرق الأوسط فقد كتب راجح خوري مقالا تحت عنوان إلغاء الشعب وإنتاج الأسد قال فيه يقترب الثاني والعشرون من يناير بسرعة وليس هناك ما يوحي بأن مؤتمر جينيف 2 يمكن أن يعقد بعدما نسف الروس كل أهدافه ووظائفه التي حددت في جينيف 1 ففي حين يزداد النظام تشبثا بالنظرية المرفوضة قطعا أي بقاء الأسد في السلطة يرفض الائتلاف الوطني المؤتمر إذا لم يؤدي إلى اتفاق على حكومة تنتقل لها كل الصلاحيات المشكلة الأساسية تكمن حصرا في الموقف الروسي الذي قد ينسف المؤتمر من أساسه وخصوصا في ظل سعي موسكو لجعل جينيف 2 مناسبة دولية لتكريس ثلاثة أمور غاية في الفضاضة والوحشية أولا أن يقوم الأسد بتسليم السلطة للأسد وكأن شيئا لم يكن ثانيا أن يتحول المؤتمر مناسبة دولية لتبني الحل العسكري الذي يطبقه النظام وتدعمه موسكو منذ ثلاثة أعوام ثالثا أن تعود المعارضة إلى بيت الطاعة الأسدية وتنخرط معه فيما يسمى الحرب على الإرهاب الائتلاف الوطني رد بالقول إن الجميع يريد محاربة الإرهاب لكن المشكلة في المجتمع الدولي أنه لا يحدد الإرهاب بشكل واضح وأن الإرهابي الحقيقي هو الأسد وأعوانه من ميليشيا حزب الله وأبو الفضل العباس التي تديرها إيران مؤتمر جينيف ساقط عندما يسقط مطالب الشعب السوري ويعتبره إرهابيا وهو مسخرة عندما يريده الروس مناسبة لإعادة إنتاج الأسد ولكن الساقط أكثر بالمعنى السياسي والأخلاقي هو الموقف الأمريكي الملتبس والمتراجع الذي لا يمانع في استمرار المقتلة التي بات ينظر إليها في كواليس المخططين الاستراتيجيين في واشنطن المقتلة التي ينظر إليها على أنها مدخل مثالي ممتاز لانزلاق الخصوم إلى الرمال الدموية الإسلامية المتحركة فهي المدخل الإيراني إلى خطر الفتنة المذهبية أو الحلم الإسرائيلي القديم الذي تغرق فيه طهران أكثر فأكثر بما يزيد مطوعيتها النووية وهو المأزق الذي يندفع إليه الروس بعيون مفتوحة بما سيورطهم طويلا مع كراهية المسلمين ويزيد من مشاكلهم حتى داخل عقر دارهم وهو ما يريح واشنطن المنصرفة إلى الاهتمامات الآسيوية والصينية ويسعد إسرائيل التي تنام من الأجفونها وإن كان هناك من يصرخ أن القتال إلى جانب الأسد الذي ذبح شعبه هو دعم لتيار المقاومة وبالانتقال إلى صحيفة الوطن السعودية حيث كتبت تحت عنوان التهذيرات الخجولة لا تنهي الأزمة السورية إن تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مؤخرا في مؤتمر صحفي في جينيف إن الغرب بدأ يدرك أن بقاء الأسد في السلطة أقل خطرا على سوريا من الإسلاميين وأعلن في المؤتمر ذاته المبعوث العربي والأممي المشترك الأخضر الإبراهيمي أن محادثات جينيف قد تدوم طويلا وتنفيذ بنودها يستغرق وقتا طويلا أيضا في الوقت نفسه يستمر نظام السوري بقصف المدن وزيادة عدد المجازر والضحايا فهذا يشير إلى غياب الجدية في إنهاء الأزمة السورية إلا إن كان ذلك يوافق الهوى الروسي بإبقاء الأسد في السلطة وهذا يعني عدم إنهاء الأزمة لأن الثورة لن تتوقف حينها ويصبح مؤتمر جينيف اثنين حتى وإن طالت محادثاته من غير معنى أو جدوى وأضافت الوطن لا شيء يبرر للروسي عرقلة قرارا أمميا يدين استخدام النظام السوري للبرامل المتفجرة في حلب فالمسألة صارت واضحة وهي حماية النظام السوري حتى ولو كان الثمن أرواح الأبرياء وربما يكون بشار الأسد قد أخذ الضوء الأخضر من روسيا لفعل كل ما يضمن تفوقه قبل أن يواجه استحقاق جينيف اثنين تدعمه نتيجة الخطة التي برمجها على الأرجح مع الروس بالتخلي عن بعض المدن للجماعات الإسلامية المتشددة ونتيجة تخويف دول الغرب من سيطرة تلك الجماعات على سوريا مما يضعها أمام خيار بقاء الأسد في السلطة لأن فصائل المعارضة الأخرى غير قادرة على حسم المعركة غير أن هذا الخيار لن ينهي المعركة وستدوم الأزمة طويلا ولعل هذا هو ما يعنيه الإبراهيمي بتصريحاته واختتمت الوطن افتتاحيتها بأن الإشكالية الأكبر تكمن في أن مصلحة الشعب السوري ما زالت مغيبة عن جميع حسابات الدول الغربية الرعية لمؤتمر جينيف اثنين والتي تتجاهل الحقيقة الوحيدة التي لا بد من إعلانها بوضوح قبل المؤتمر وهي إنهاء حكم الأسد والبدء بالمرحلة الانتقالية أما التحذير الخجول لرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند من أن مؤتمر جينيف اثنين لن يكون ناجحاً إذا أكد بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة فهو لن يقدم أو يؤخر إن لم تتبعه خطوات عملية تتعاون فيها فرنسا مع القوى الكبرى فتجبر الأسد على وقف قتل المدنيين والاستعداد لمغادرة السلطة التي أساء استخدامها كما لم يفعل حاكم عبر التاريخ مشاهدنا الكرام كتب وليد البني مقالاً في موقع كلنا شركاء تحت عنوان الربيع العربي هل تكون سوريا آخر محطاته؟ قال فيه منذ حوالي ثلاثة أعوام بدأ الربيع العربي عندما أحرق البعزيزي نفسه معلناً وبطريقته نفاذ صبر الشعوب العربية من تحمل المزيد من الإهانة والذل والفساد من قبل ديكتاتوريات تتحكم بمصيرهم منذ الاستقلال وحتى الآن شكلت تلك الصفعة التي تلقاها البعزيزي الشعرة التي قسمت ظهر الصمت والخوف وانطلقت ثورات الحرية ابتداء من تونس لتشتاح بعدها أكبر الدول العربية وأكثرها تأثيراً مسقطة نظامين مستبدين خلال أقل من شهرين مما ألهم شباب ليبيا ثم سوريا نعم أعطى سقوط القذافي أملاً للشعب السوري بأنه لن يكون وحيداً أمام هذا الوحش المغرق في إدرامه وساديته وأن المجتمع الدولي وأشقاءه العرب الذين وقفوا بهذه القوة إلى جانب التونسيين والمصريين واستخدموا القوة لمساعدة الشعب الليبي بتخلص من نظام لا يقل وحشية عن نظامهم الأمل بأنه لن يتركهم وحيدين في معركتهم طبر السوريون على القتل والاعتقال والتنكيل وأصروا على سلمية ثورتهم على مدى الأشهر الستة الأولى وباعتراف الطاغية نفسه بينما أصر النظام منذ اليوم الأول على دفعهم نحو التسلح كانت الأجهزة الأمنية تعتقل المتظاهرين الشباب لتعذبهم بكل وحشية جرى كل ذلك وسط تواجد الأجهزة الاستخبارات الإقليمية والدولية على الساحة السورية ووسط وعود كاذبة متتالية من الأصدقاء والأشقاء بدعم القوى الوطنية الديمقراطية وتغيير موازين القوى لصالح الثورة لإجبار النظام على الرضوخ لحل سياسي يحقق ما استشهد من أجله أكثر من 200 ألف سوري وجرب مئات الآلاف مرارات الاعتقال والتعذيب وشرد الملايين داخل البلاد وخارجها الأمر الذي يبعث على التساؤل هل جرى كل ذلك بمعزل عن إرادتها فهل أريد لسوريا أن تكون مقبرة للربيع العربي خشية من انتقاله ليشمل بقية الأنظمة في المنطقة وهل أرادت بعض الأنظمة أن تعطي لشعوبها مثلا مرعبا عبر دفع الشعب السوري إلى هذا المصير المأساوي أم أن الأمريكان والروس أرادوا أن يجعلوا من سوريا مكانا لإضعاف ميليشيا حزب الله وإيران والقاعدة معا عبر دفعهم إلى معركة يكون الشعب السوري ومستقبل سوريا كدولة ووطن ضحيتها الوحيدة سينتصر السوريون أكيد ولكن الثمن سيكون باهظا ولن يسلم من أراد استمرار هذه المأساة سواء عبر دعم الطاغية أو عبر إعاقة حل سياسيا ينهي النظام الطاغية قد يتأخر ربيع العربي بعض الوقت ولكن التاريخ يعلمنا أن توقع الشعوب إلى الحرية لا يتوقف أبدا وبالانتقال إلى موقع أوريانت نت كتب إياد عيسى مقالا تحت عنوان استحالة تعويم الأسد قال فيه أسرع ردود مسؤولي الأسد تلك التي تصدر رفضا لإمكانية نقل السلطة في جينيفسنين إلى هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة سواء جاءت تلميحا أو تصريحا ولا فرق بين رعاة النظام أو خصومه بل لا كرامة للروس أنفسهم في هذه النقطة ولو من باب التقية السياسية أو الدبلوماسية المطلوبة للمي شمل الأفريقاء على مسرح التفاوض مثلا ممنوع أن يرى نائب وزير الخارجية الروسي ميخايل بوغدانوف أن تلميحات الأسد حول إمكانية ترشحه للرئاسة الآن لا تشجع على الحل بسرعان ما أصدرت خارجية بشار بيانا يعتبر أن الشعب السوري وحده من يقرر قيادته دون أن يحدد البيان أي شعب هذا وهل يشمل النازحين والمهجرين والمدفونين تحت أنقاض البراميل المتفجرة أم يقتصر على الشبيحة والمنح بكجي ويضيف الكاتب لا يزال الأسد وطاقمه يمارسون الكذب المكشوف على أنفسهم والعالم بأنهم يواجهون مؤامرة خارجية وليست ثورة شعبية بالأساس حولها الخيار بوأدها أمنيا وعسكريا إلى حرب شوارع وأزقة وساحة استقطاب إقليمي ودولي لتصفية الحسابات انفلتت خارج إمكانيات الاحتواء أو السيطرة مهما بلغت شدة القوة النارية المستخدمة لإبادتها يستحيل على الأسد مصالحة السوريين أو إرغامهم على القبول بوجوده في حاضرهم ومستقبلهم إلا إذا امتلك معجزات إلهية بإعادة أكثر من مئتي ألف شهيد إلى الحياة ومداوات جراح نصف مليون وبث الروح بأحجار المدن المدمرة والأهم إعادة تأهيل خمسة ملايين من أطفال النزوح في الداخل والتهجير في مخيمات اللجوء وحدها رغبة الثأر لدى هؤلاء كفيلة بإدامة المواجهة إلى يوم القيامة وختم عيسى مقاله بالقول لن تتجاهل واشنطن وموسكو إلى ما لا نهاية أن بداية إطفاء الحريق الكبير في المنطقة برمتها يبدأ برحيل الأسد ولو بالقوة تمهيدا لتوافق السوريين وهذا ممكن ويبقى العكس هو المستحيل والمشكلة في سرعة وتوقيت الإقرار قبل أن تلتهم الحرائق الجميع مشاهدين الكرام وبالانتقال إلى موقع هابرلار الإلكتروني الذي نشر تقريرا عن الاختفاء القصري كستراتيجية في النزاع السوري جاء فيه أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الثاني والعشر من آب عام 2011 قررا بإنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية أصدرت اللجنة أربع تقارير معتمدة على مقابلات مباشرة وعبر وسائل الاتصال مع الضحايا والشهود إضافة إلى تقارير طبية وصور فوتوغرافية وتقارير حكومية وأخرى صادرة عن منظمات المجتمع المدني وفي تقريرها الأخير تهمت اللجنة النظام السوري ومجموعة موسلحة ممارسة لاختفاء القصري كوسيلة للتخويف والترهيب كما قال فتت مونتربورن أحد المحاققين الدوليين والأمر لا يقتصر على قطع صلاة المختطف بالعالم الخارجي فقط بل غالبا ما يتم تعذيبه وفي نهاية الأمر قتله وفوق كل ذلك تستخدم الحكومة السورية لاختفاء القصري كسلاح لإرهاب خصومها ومحيطهم الاجتماعي وعائلاتهم أيضا والتي ربما تسأل عنهم وتطالب بهم وحسب ما ورد في تقريرنا تأتي قوات الأمن والجيش والمخابرات الجوية على رأس القائمة ويضاف إليها الأجهزة الأمنية الأخرى والميليشيات الموالية للحكومة وفي المقابل ومنذ بداية عام 2013 تقوم عدة مجموعات مسلحة مناوئة للحكومة باعتقال أشخاص يعتقد أن لهم علاقة بالحكومة وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك رجال دين ومن ثم تأخذهم رهائن بقصد مبادلتهم بمعتقلين لدى الحكومة أو لطلب فدية هذه العملية ترقى لجريمة حرب بيد أنها لا ترقى إلى الاختفاء القسري بمعنى أن مصير الضحايا لا يتم إنكاره أو إخفاؤه بدأت عمليات الخطف منذ بدء المظاهرات في عام 2011 أنذاك كان يتم إلقاء القبض على المواطنين واقتيادهم من المظاهرات ومن بيوتهم ومن نقاط التفتيش والحواجز ثم كانت تتم عملية إخفائهم وقطع صلاتهم بالعالم الخارجي في الوقت الحالي لم تعد هناك مظاهرات فبالتالي طرأت تطور على عمليات الخطف فأصبحت تقتصر على الحواجز والبيوت بيد أن الخطف في هذه الأيام لا تنفثه أجهزة الحكومة فقط بل وبعض الميليشيات الحليفة لها وتابع فتت يستند عملنا على إدراء مقابلات مع شهود وضحايا للاختفاء القصري منذ بدء التحقيق في عام 2011 قابلنا ما يقارب ثلاثة آلاف شخص وبلغ عدد الحالات التي حققنا فيها المئات بشكل عام أعتقد أن هناك آلاف الأشخاص بما في ذلك عائلاتهم وقعوا ضحايا للاختفاء القصري وبالانتقال إلى وكالة الأنباء السويسرية التي نشرت مقالة لسعيد محيو بعنوان سوريا 2014 ماذا سترى البشرية حين تنظر في المرأة؟ جاء فيه لماذا لا يبذل الإعلام العربي والدولي سوى اهتمام خافت وضئيل للغاية بالوضع الإنساني المرعب في سوريا وفق تقرير أخير للأمم المتحدة غذفت الحرب بأكثر من ثمانية ملايين سوري إلى ما تحت خط الفقر هذا في حين أن نحو نصف سكان سوريا أصبحوا إما مهجرين أو نازحين في الوقت نفسه بلغت البطالة خمسين بالمئة فيما خسر الاقتصاد السوري خلال سنتين اثنتين أكثر من مئة مليار دولار الأخطر من هذا وذاك هو أن الأزمة أسفرت عن ولادة طبقة جديدة من أثرياء الحرب تضم خليطا من أرباب السلطة ورجال الأعمال وبعض اللصوص في تيارات المعارضة وهذه النخبة باتت هي العقبة الكبرى أمام أي حل سياسي وسلمي في البلاد حيث يقول رجل أعمال موال للحكومة إذا ما قسمت الناس بين من يريد وقف القتال وبين من لا يريد ذلك أعتقد أن الأغلبية ستكون من الصنف الثاني أربح هذه النخبة التي تتأتى من التهريب والفساد واستيراد المواد الغذائية والطبية والمازوط المهرب تبلغ ملايين الدولارات في اليوم يتقاسمها أركان هذه النخبة الرئيسيين بالعدل والقسطاص ويحولون معظم هذه الأموال إما إلى المصارف في موسكو أو إلى فريق ثالث في المصارف اللبنانية النظام السوري كنظام وحكومة يقططع رسبة كبيرة من هذه الأرباح لتمويل آلته العسكرية وجيوب أركانه الرئيسيين فيما تتكفل إيران وإلى حد أقل بكثير روسيا والصيد بدفع رواتب أكثر من 6 ملايين موظف رسمي في سوريا أما في جبهة تيارات المعارضة المتنوعة للغاية فقد برز في بعض صفوفها متربحون من شتى الأنواع مهربون وفارضوا جزية وقاطعوا طرق ومستقطعوا أموال المساعدات المالية والعينية السعودية والقطرية ويلخص رجل أعمال دمشقين الوضع بالكلمات الآتية سوريا الآن هي أرض الفرص لرعاة البقر واللصوص والمدرمين نعود الآن إلى سؤالنا لماذا تختفي هذه الصورة اللا إنسانية ولا أخلاقية إلا لماما من أجهزة الإعلام بمختلف صنوفها أسوأ كارثة إنسانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية والآن وإذا استمرت الحرب على هذه الوتيرة في العام الجديد الفين وأربعة عشر فإن الأسمة قد تصبح أسوأ كارثة في التاريخ البشري كله لأنها ستطال كل من تبقى من 22 مليون من البشر الذين لم يشردوا أو يهجروا أو يقتلوا بعد وكلما تبقى من الحجر الذي لم يدمر بعد وبالتالي فإن المسألة الرئيسية في سوريا في العام الجديد لن تكون نجاح أو فشل الحلول السياسية في جينيف 2 أو جينيف 3 أو حتى جينيف 4 بل في نجاح البشرية في النظر إلى نفسها في المرآة السورية من دون أن تلعن ما ترى بهذا مشاهدنا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة هذا اليوم شكرا لحسن متابعتكم لنا لقاء متجدد غدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة